الكوليرا في اليمن هي الحضر الأبرز في أحدث جلسة مناقشات عامة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط باقية التحركات السياسية عند مستوى الجمود ذاته أمام التركيز على عوارض الأزمة والحرب وسيبقى الخطر على ما هو عليه رهنا باستمرار الحرب في هذا البلد رئيس مجلس الأمن المندوب الصيني لباوندونغ عكس في تصريحاته عقب جلسة مناقشات المجلس هذه الأولوية الراهنة للمجلس بتأكيده أن الأعضاء أعربوا في جلسة المشاورات المغلقة عن القلق البالغ إزاء الأزمة المدمرة في اليمن لسيما بعد تفشي وباء الكوليرا مع إشارة خجولة إلى العملية السياسية باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في إحاطته المقدمة عبر الفيديو إلى مجلس الأمن تحدث المبعوث الأمم إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ كثيرا عن الكوليرا وكان الجديد هو حديثه عن الآلية المقترحة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصحة العالمية واليونسيف لصرف مرتبات الكاذر الصحي في الدولة عدى ذلك تبقى تحركات هذا المبعوث في إطار لا جديد على الرغم من حديثه عن بدئه جولة جديدة بدأت في جدة وتقوده إلى القاهرة لإعادة طرح المقترح الخاص بميناء الحديدة والمنطقة المحيطة بها والذي رفضه الانقلابيون تواجه بلاد اليمن هذه الأيام أوضاعا إنسانية وصحية غاية في الخطور والتعقيد بعد مرور قرابة العامين والنصف من الانقلاب الدموي الذي قادته ميليشيات الحوثي بالتحالف مع الرئيس السابق وبدعم من إيران مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني وحده من أبقى وعي الحاضرين مربوطا بمسببات الحرب والأزمة في اليمن إنه الانقلاب وداعمه عرض اليمني استعداد حكومته لتقديم تنازلات مؤلمة من أجل السلام وذكر المجلس بموافقة الحكومة على الآلية المقترحة من المبعوث الأممي بشأن الحديدة في وقت يستمر فيه الانقلابيون برفض كل المقترحات المؤدية إلى السلام في اليمن رسالة اليماني لها ما يعززها على أرض الواقع فالانقلابيون اختاروا هذا التوقيت لتنظيم حفل تخرج لدفعات جديدة للكليات العسكرية والأمنية الخاضعة لهم في منطقة بعيدة عن أنظار التحالف أو معلومة ربما من جبال الحديدة الشرقية لتقديم رسالة مفادها أن الخيار العسكري هو وسيلتهم للتعاطي مع المقترح الأممي الخاص بإدارة الحديدة هؤلاء هم المفاوضون عن الحديدة مناقشات روتينية لأزمة معقدة وحرب ينذر استمرارها بعواقب وخيمة على حاضر اليمن ومستقبله وعلى أمن المنطقة والعالم بقدر ما بعدت عن المرجعيات الأساسية للحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر